التقرير الدوري لهيئة علماء المسلمين عن الحالة السياسية في العراق أولاً انتخابات مجالس المحافظات صوت مجلس النواب السابق على حل مجالس المحافظات وإنهاء عملها بعد أن أسكم فساد هذه المجالس الأنوف وأضحت مخصصات المحافظات غنيمة تقسم بين أعضائها ولكن بعد أن عادت الميليشيات وأحزاب الفساد للسيطرة على البرلمان بعد الرفض الشعبي الواسع للانتخابات سنة 2021 ومقاطعتها والتظاهرات التي سبقتها على مدى سنتين قرر مجلس النواب الحالي إعادة مجالس المحافظات وهكذا يتم إعادة المجالس عند الحاجة إليها وتستعر من جديد حم الصراعات الحزبية من أجل الهيمنة على مقاعدها ومصالحها بعد أن لم يثمر إلغاؤها عن شيء ولم تختفي السلبيات التي كانت تحيط بها لأن الداعي للإلغاء والإعادة هي المكاسب والمصالح الحزبية الضيقة دون النظر إلى معاناة الشعب وكيفية تخفيفها وتقديم الخدمات ثانياً ملف الوجود الأمريكي لا يمكن إغفال حقيقة أن الاحتلال الأمريكي للعراق ما زال مستمراً نظرياً وعملياً وإن اختلفت الأساليب في إدارته وتنوعت الطرق في محاولة إخفائه لصالح إعطاء صورة مموهة عن وجود حكومة قادرة في بغداد ودولة حقيقية في العراق ولذلك نرى بين الحين والآخر تحركات أمريكية سياسية أو غير سياسية لحسابات معينة وظروف خاصة بمصالح الإدارة في واشنطن وفي هذا السياق شهدنا خلال الشهر الماضي تحركات لوحدات أمريكية داخل مدن عراقية وقريباً من حدوده لا تعلم بها الحكومة في بغداد وليس لديها التبرير المناسب لها أو القدرة على إيقافها ويبدو أن هذه التحركات بغض النظر عما أثارته من ردود أفعال هنا أو هناك هي تحركات ذات طابع سياسياً بالدرجة الأولى وأوصلت رسائل لجهات عدة ولسيما في الداخل العراقي وأثارت نوعاً من اللغط والترقب المقصود لتحقيق أهدافها فضلاً عن رسائلها الخارجية وأهدافها المرحلية في الجوار العراقي وأنه لا يمكن تحملها من وجهة نظرنا أكثر من ذلك ثالثاً أحداث كاركوك أعلنت السلطات الحكومية في كاركوك قبل أيام فرض حظر على التجوال بعد انهيار أمنياً واسعاً في المدينة نتيجة تفاعل أحداث مساء يوم السبت الثاني من أيلول عام 2023 وتطورها وتحولها إلى صراعاً سياسياً على النفوذ في سياق المحاصصة الطائفية والعرقية مقرون باستخدام السلاح وقد بدأت شرارة الأحداث بعد الاحتجاج على قرار حكومة بغداد في الخامس والعشرين من آب من عام 2023 بإخلاء مبنى قيادة العمليات في كاركوك وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني ليتخذه مقراً له الأمر الذي جعل المعارضين لهذا القرار من أتباع الحزاب السياسية الأخرى يقطعون طريق أربي الكاركوك وهو ما دع القوات الحكومية إلى إرسال تعزيزات أمنية إلى المنطقة وتابع ذلك اندلاع أعمال شغب واسعة النطاق أحرقت فيها العديد من السيارات والممتلكات لينتهي المشهد إلى صراع دام بات أهل كاركوك ضحايا له حيث قتل أربعة مدنيين وجرح خمسة عشر آخرين بعد إطلاق النار من قبل القوات الحكومية ومليشي الحجد أمام مقر قيادة العمليات في سياق صراع المصالح بين أحزاب السلطة التي يتهم بعضها بعضاً في المشاركة بأعمال العنف رابعاً قانون العفو العام ما زال موضوع قانون العفو العام بغض النظر عن تفاصيله والمآخذ عليه مثار جدل منذ مدة طويلة حيث لم تفلح المطالبات المتكررة بإقراره بسبب وقوف الأحزاب الطائفية حائلاً دون تمريره على الرغم من إعلانهم مرات عدة اتفاقهم على إقراره منذ عام 2016 بسبب انقضاء المتطلبات السياسية لإعلان اتفاقهم كالتشكيل حكومة أو تمرير قوانين أخرى أو إنشاء تحالفات سياسية وقد صوت مجلس وزراء حكومة السوداني في بداية شهر آب الماضي على مشروع تعديل القانون وإحالته إلى مجلس النواب الحالي لكنه لم يصل البرلمان لتبدأ بذلك سلسلة جديدة من المماطلة والتسويف المعهودة فضلاً عن محاولة الابتزاز للحصول على مكاسب وتنازلات من قبل الأطراف السياسية التي تدعي تمثيلها لأهالي الأبرياء المعنيين بالعفو العام ومن ثم يلجأ إلى تأجيل حسم الملف إلى مرحلة لاحقة بدون أدنى مراعاة لمآسي المعتقلين وذويهم ويدل ما تقدم ذكره على عدم جدوى وجود الحالة الإنسانية كتلاً ونواباً فيما يسمى بمجلس النواب لأنهم غير قادرين على تنظيم جلسة للبرلمان فضلاً عن تمرير قانون العفو العام أو قوانين صارمة بإرجاع المهجرين قسراً إلى مدنهم ومناطقهم ولجم جرائم الميليشيات وبالمحصلة يبقى قانون العفو العام في ظل وجود هذه الأحزاب الطائفية والميليشيات المجرمة مجرد وعود مستخفة بعقول الشعب ومشاعر المنكوبين والمغلوب على أمرهم الذين ينتظرون إطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم على ما عانوه من جرائم مرتكبة بحقهم وسنوات صعبة وضائعة من أعمارهم ومحاسبة كل من ساهم في اعتقال الأبرياء وتعذيبهم خامساً التغييب القسري لم يؤخذ مسلسل التغييب والإخفاء القسري في العراق إلى هذه اللحظة على محمل الجد للأسف في ظل استمرار مسلسل التسويف والإهمال محلياً ودولياً مع أن القضية متعلقة بحقوق الإنسان في العراق الذي يوجد فيه باعتراف دولي ما يقرب من مليون مغيب ومخفياً قسرياً بل تجاوز الأمر إلى أن المتهمين بارتكاب جرائم الإخفاء القسري والتهجير الطائفي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية يستقبلون ويرحب بهم في المنظمات التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية قد صرحت قبل أيام بأن الميليشيات المسلحة والتابعة للسلطات الحكومية ما تزال تمارس جرائم الإخفاء القسري في العراق وشددت في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قسراً في الثلاثين من آب عام 2023 على ضرورة الكشف عن مصير المفقودين ومعاقبة المتورطين في هذه الجرائم بما يضمن حقوق عائلتهم إلا أن هذه التصريحات لم تعقبها أي خطوات قانونية لمحاسبة الحكومات المتعاقبة في العراق على حالات الاختفاء ومساءلة الأشخاص والميليشيات المتهمة عن مسؤوليتهم الجنائية في تغييب عشرات الآلاف من العراقيين وآخر وقائع هذا الموضوع الخطير هو ظهور أحد المغيبين بعد ست سنوات وعدة أشهر من تغييبه قسراً حيث أطلق قبل أسبوعين تقريباً سراح الشيخ الدكتور علي أحمد محمد العزي رئيس قسم أصول الفقه في كلية الإمام الأعظم الجامعة فرعي كاركوك بعد اعتقاله من منزله في جامع الشيخ محمد رمزي في كاركوك بتاريخ الثاني عشر من نيسان من عام 2017 واختفائه منذ ذلك الوقت حيث لم يعلم مصيره طوال هذه السنوات بالرغم من جهود عائلته وزملائه في البحث عنه وربما يكون مصير الدكتور علي العزي أفضل من غيره بحكم أنه عاد لأهله بعد تغييب لسنوات من غير تهمة ولا محاكمة فلكن هناك الآلاف من المغيبين الذين لا يعرفوا مصيرهم ولم يحسم ملفهم حتى الآن مثل مغيبين رزازة والصقلاوية والقرمة وصلاح الدين والموصل وغيرهم سادساً وزارة الهجرة والمهجرين والتصريحاتها بشأن المهجرين والنازحين ما زالت تصريحات وزارة الهجرة والمهجرين تدل على الطراب واضح في إدارتها لملف خطير وحساس كملف المهجرين والنازحين حيث صرحت وزارة الهجرة والمهجرين في الثالث والعشرين من آب من عام الفين وثلاثة وعشرين بأن مخيمات المهجرين بحاجة للتأهيل مع صعوبة عودة النازحين فيما أصدرت الوزارة تصريحاً قبل ذلك بتاريخ الثاني عشر من آب من عام الفين وثلاثة وعشرين أعلنت فيه عن تحديد تاريخ العاشر من شهر أيلول لإغلاق ملف النزوح والتهجير باستثناء مهجرين ناحية جرف الصخر وقد أثار التصريح الأخير الاستهجانة وحظي بكثير من السخرية عيث إنه يتصادم مع تصريح الوزارة السابق ويتعارض مع ما أقرت به لجنة الهجرة في مجلس النواب من أن 90% من منازل النازحين في مناطقهم الأصلية غير صالحة للعيش ويدل تصريح الوزارة الأول على أنها عازمة على إنهاء ملف التهجير والنزوح بأي طريقة وإعادة مئات الآلاف من المهجرين والنازحين المسجلين رسمياً في سجلات المنظمات الدولية والمحلية قسراً ودون إيجاد أي حلول لواقعهم المأساوي ولسيما واقع الميليشيات المسيطرة على كثير من مناطق المهجرين قسرياً فضلاً عن عدم توفير الحكومة للخدمات والبنى التحتية في المدن المستعادة عسكرياً وتأتي هذه التصريحات المتناقضة في الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الهجرة الدولية أن عودة النازحين للموصل مثلاً قد تباطأت بشكل كبير جداً خلال السنوات الخمس الماضية مؤكدة أن إنهاء ملف عودة النازحين بعيد المنال بسبب الدمار الذي لحق ببيوتهم ومناطقهم وترد الوضع الأمني المتعلق بوجود الميليشيات المسلحة في مناطقهم وفي هذا الصدد قالت صحيفة الإيكورمست البريطانية في تقرير لها بتاريخ التاسع والعشرين من آب من عام 2023 إن العراق سيبقى هشاً بنون وجود عودة مستدامة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية فيما اتهمت لجنة النزاهة النيابية مستعينة بتقارير من ديوان الرقابة المالية اتهمت وزيرة الهجرة بالفساد وسرقة الأموال المخصصة للنازحين حيث طالب أكثر من خمسين نائباً باستجوابها بسبب ملفات فساد مرتبطة بمشروع السلة الغذائية ومخيمات النازحين والمنح المالية للاجئين والنازحين سابعاً مصفى بيجي والفضيحة الكبيرة ظهر رئيس وزراء الحكومة محمد السوداني في الشهر الماضي منتشياً ومدعياً بأنه استطاع إعادة معدات مصفات بيجي كبرى مصاف النفط العراقية بعد أكثر من ست سنوات على تفكيكها وسرقتها من محافظة صلاح الدين على يد ميليشيا العصائب بزعامة قيس الخزعلي وعد استرجاع هذه المعدات إنجازاً كبيراً ونصراً للحكومة والسؤال الأول والمهم هنا هو كيف يمكن لمنشأة بحجم وأهمية مصفى بيجي أن تسرق وتفكك في وضح النهار ما لم يكن السراقهم من أدعياء حماية الأوطان وممتلكتها ولماذا لم يحاسب من فكك المصفى وسرق وباع أجزاء منه لإيران وأبقى أخرى داخل العراق بعد أن تعذر عليه إخراجها أما السؤال الثاني فما هو السيناريو الذي على أساسه تم التوافق بين السراق والحكومة على إعادة المسروقات بهذه الطريقة المفضوحة والسؤال الثالث والأخير هو كيف يمكن تشغيل المصفات وإيقاف استيراد المشتقات النفطية من إيران وكم يحتاج هذا الأمر من وقت لإعادة كل المعدات وتركيبها وتأمين الضائع منها وما هي ضمانات تحقيق ذلك وتأمينه في ظل سيطرة السراق أنفسهم ميليشيا العصائب المستمرة على المصفى والتحكم في إدارته ثامناً مشروع الربط السككي بين العراق وإيران أعلن يوم السبت الثاني من أيلول من عام 2023 عن بدء مشروع الربط السككي بين منطقتين الشلمشة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية حيث قام بوضع حجر الأساسي للمشروع رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني ومحمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني وصرح نائب الرئيس الإيراني بأن المشروع هو خطة استراتيجية من شأنها أن تحدث قفزة كبيرة للغاية في زيادة المبادلات التجارية وأنه سيوفر الأرضية لربط العتبات المقدسة بين البلدين فيما وصف مهرداد بذرباش وزير الطرقات وبناء المدن الإيرانية المشروعة بأنه سيؤدي إلى تطور في الشرق الأوسط من خلال إكمال الممرات الدولية في مجال النقل والشحن وسيمكن بلاده من الاتصال بموانئ غرب آسيا والبحر الأبيض المتوسط وأعلن عن وجود اتفاق مع سوريا للربط السككي بين طهران ودمشق وهو ما يعني أن طريق التنمية المقترح من حكومة بغداد سيكون من الناحية الواقعية وسيلة لتنمية إيران بينما يكتفي العراق بكونه ممرا فقط للمسافرين والبضائع الإيرانية وبما يؤدي إلى قطع الطريق على مشروع ميناء الفاو عمليا وفي المقابل نفت حكومة بغداد أي أبعاد خارجية للمشروع وقالت إن غاية الربط بين سكك البلدين لا تتجاوز نقل المسافرين بينهما وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة في سياق الدفاع عن المشروع إن الحكومة لم تقدم على وضع حجر الأساسي للمشروع إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وضمان أمن العراق الاقتصادي والسياسي وأن لا تمس هذه المشاريع سيادة البلد وأنه لا يمكن لحكومة تبنت إكمال ميناء الفاو وخصصت له المليارات من الموازنة واقترحت مشروع طريق التنمية بقيمة 17 مليار دولار على مدى خمس سنوات أن تذهب باتجاه مشروع آخر بالضد من أهدافها من جانب آخر رصد متابعون لأداء الحكومة أن قيام رئيس وزراء حكومة بغداد بوضع حجر أساس هذا المشروع هو تناقض جديد مع ما كان يعلن عنه رئيس الحكومة من آراء ويتبناه من أفكار حيث إنه حذر في تصريح سابق له قبل أن يكون رئيسا للحكومة من مخاطر هذا المشروع على الاقتصاد العراقي تاسعا هدم منازل المتجاوزين ما زل موضوع التجاوز على الممتلكات العامة والتعدي عليها سمة بارزة من سمات مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق حيث دابت القوى السياسية والأحزاب المتنفذة منذ احتلال العراق وحتى الآن على الاستهانة بالمال العام والاستيلاء عليه بذرائع ومسوغات شتى وقد استبغت الحكومات المتعاقبة بهذه الصبغة التي جعلت العراقيين يقاسون أسوأ ظرف إنسانيا يعيشه بلدهم وهو يشهد ارتفاعا باهظا في أسعار العقارات والإيجارات وحرمانا لكثير من المواطنين من الحصول على أرض سكنية جرأ مرتكبه ويرتكبه السياسيون وأصحاب النفوذ من جرائم تبييض الأموال في قطاعي العقارات والأراضي وقد أصبح التجاوز على الأراضي العامة اليوم ظاهرة منتشرة وسلوكا شائعا يمارسه قسم من العراقيين وإن كان غير مبرر تحت ضغط الحاجة وعدم تلبية الحكومات المتعاقبة لمتطلبات السكن اللائق وبين مدة وأخرى تقدم القوات الحكومية في أماكن مختلفة من العراق على إزالة هذه التجاوزات بطرق مختلفة وبدون الاهتمام بأي سياقات إنسانية أو مراعاة لكل حالة على حدة وغالبا ما تطال هذه الإجراءات الفئات المستضعفة في المجتمع ولا تتعرض للفئات المستقوية بالسلطة والمستفيدة منها وفي هذا السياق أقدمت السلطات الحكومية في محافظة الأنبار قبل أيام على هدم وتجريف عشرات المنازل المسكونة وأخرى قيد الإنشاء في ناحية حصيب الشرقية في الرمادي مما جعل أهلها مشردين دون مأوى بعدما اضطر أصحاب هذه الدور إلى تشهيدها على هذا النحو بسبب رفض البلدية والقائم مقامية منحهم السندات الرسمية منذ أكثر من سنتين على الرغم من استحقاقهم لها ووعودهم بها وحصولهم على إصالات بمبالغ مالية مدفوعة للسلطات البلدية بناء على هذه الوعود وعلى الرغم من وجود حالات تجاوز حقيقية لا يمكن إنكارها أو القبول بها إلا أن طريقة الإزالة بحد ذاتها كانت مهينة حيث اعتمدت سياسة الهدم والإزالة دون توفير بدائل لأهلها تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم الإنسانية أو تضمن لهم بدائل مؤقتة وهو ما تكرر في عدة مدن عراقية أخرى وقد أظهرت الإجراءات المتخذة صورا من التعصف ووجوها فساد كثيرة فبحسب شهادات أهالي المنطقة مارست السلطات البلدية التمييزة في عملية إزالة هذه البيوت بحيث تم تجريف منازل الضعفاء في حين توجد في مناطق أخرى منازل مماثلة لم يتم المساس بها كونها تعود لأشخاص على صلة بأحزاب سياسية متنفذة في المحافظة عاشرا مؤتمر نداء الأقصى في كربلاء عقد في مدينة كربلاء ما سمي بمؤتمر نداء الأقصى الدولي الثاني في المدة من السابع والعشرين والثامن والعشرين من آب من عام الفين وثلاثة وعشرين برعاية العتبة الحسينية وجهات أخرى في واحدة من صور الخداع الذي تمارسه السلطات الحكومية في العراق في سياق البحث عن مقاصد سياسية وطائفية تحت غطاء دعم القضية الفلسطينية التي لم تجد دعما حقيقيا من هذا المؤتمر سوى فعاليات ومواكب ذات صبغة طائفية وشعارات رنانة رفعتها جهات عليها الكثير من علامات الاستفهام فيما يتعلق بمواقفها وأفكارها وانحيازها الواضح للاحتلال الأمريكي ومشروعه السياسي في العراق فضلا عن تبعيتها المفضوحة لإيران وقد سبق لقسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق التنبيه في تصريح الله برقم ثمانمائة وسبعة وثمانين بتاريخ الحادي عشر من تموز من الفين وثلاثة وعشرين التنبيه على حقيقة هذا المؤتمر والجهات القائمة عليه التي لا تحظى بالمصداقية ولسيما مع سعيها من وراء هذا المؤتمر إلى تمرير خديعة هدفها استقطاب المواقف نحو محور إيران عبر بوابة حكومة بغداد وميليشياتها وأحزابها الموغلة في دماء الفلسطينيين والمنتهكة لحقوقهم أبشع انتهاك وليس المقام بحاجة إلى التذكير بالعلاقة بين العتبة الحسينية في كربلاء وشركائها القائمين على مؤتمر النداء الأقصى الدولي المتورطين بجرائم قتل وتغييب وتشريد انتجاه العراقيين عامة وفلسطيني العراق بشكل خاص لكن البيانة الختامية لهذا المؤتمر تضمن جملة من التناقضات المعتادة ومن ذلك التنظير بإصال صوت الجرحى والأسرى وعوائل الشهداء إلى العالم أجمع وكذلك إبراز معاناة الشعب الفلسطيني في حين يعاني عشرات الآلاف من العراقيين والفلسطينيين في السجون الحكومية المعلنة في العراق والمعتقلات السرية التي تديرها الميليشيات حيث ترتكب بحق المغيبين أبشع صور التعذيب والانتهاكات بدوافع طائفية الزعم بأهمية دور علماء المسلمين في تعريف القضية الفلسطينية بينما تمارس سلطات بغداد وميليشياتها نمطا إقصائيا وإسكاتا تعسفيا وترهيبا غير منقطع منذ عشرين سنة بحق علماء العراق ونخبه للحيلولة دون بيان حقيقة ما يجري في العراق ولمنع كشف باطل النظام السياسي القائم في البلاد الذي شكله الاحتلال الأمريكي ويحافظ على بقائه إلى اليوم برعايته وإسناده التأكيد على رفض التطبيع مع العدو الصهيوني ومحاربة جميع أشكاله بينما حالة التطبيع مع الاحتلال الأمريكي ومشروع السياسي في العراق قائمة على أكمل وجهه ووفق أوثق عرى الترابط بين السلطات الحكومية في بغداد والولايات المتحدة تحت مظلة التخادم الأمريكي الإيراني وأخيرا فمن المناسب أن نعيد إلى الأذهان ما نبه عليه تصريح قسم الإعلام في الهيئة بقوله مما يدعو إلى الاستغراب استمرار بعض الجهات والشخصيات الفلسطينية خارج العراق بتصديق وترويج الخطاب الكاذب الذي تصدره حكومة بغداد والجهات الميليشيوية المرتبطة بها وبمحور إيران بشأن دعم القضية الفلسطينية ومزاعم نصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك في حين لا تؤدي أفعالها في الساحتين العراقية والسورية إلا إلى مزيد من إراقة دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم ومقدساتهم تحت مظلة الطائفية السياسية وخطابها التحريضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر